يا أيها الذين آمنوا كأواسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون مرحبا كيفكم؟ ما أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن حال يا رب بلوغ جديد وفيديو جديد يلا حطولي لايك ويلا نبدأ الفيديو سوى صحيحة من الصبح بكير قلت رح تجهز للنش بوكس للحلوين الصغار أحابة كتير أتشكركم على تعليقاتكم الحلوة اللي عم تتركوا ليها الله يخلي ليياكم يا رب وما يحرمني منكم واللي جديد عم ينضموا بالقناة يا أهلا وسهلا فيكم شرفتوني ونورتوني وهيك صار اللنش بوكس جاهز اليوم إن شاء الله رح يكون فيديو مميز ورح يعجبكم بإذن الله تعالى وبسط العلولات على المدرسة حابة يتجهز منجان قهوة شو أخباركم تمنوني عنكم بالكومنتات إن شاء الله مبسوطين إن شاء الله بتكونوا أحسن حال يا رب والعصفور عمي لكم كمان حطوا سبسكرايب اشتركوا بالقناة تعالوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد جهزت قهوتي طلعت لأسماع الأخبار بعد ما نزلوا لدي على المدرسة على طول بتمنى منكم حبيباتي دائما تستمروا بالدعاء لأهل فلسطين الله يفرج عنهم يا رب الكرب هاي الشوكولات صرت بتعرفوها مسوطركنيها بالفيديو اللي قبل ربنا قادر على نصرهم بإذن الله نصر محقق استمروا حبيباتي بالدعاء وإن شاء الله ربنا رح يشبر بخاطرنا ورح ينتصروا بالآخر بإذن الله تعالى يلا على الشغل اليوم رح ساوي ورق عنا بغير شكل لهيكي بدي ياكن تتنشطوا واللي وراها الشي على طول تروح تخلصوا هيكي تكون فيديو تحفيزي كله طاقة إيجابية ونشاط صرتوا بتعرفوا طريقتي بالمحشي حطيت بالكبة كل شيء من بصل وطماطم كمان رح حط له الخضرة من بقدونس وكذبرة وشبات وراح حط له كمان مكعب مرأ كلها ياتهم بفرمون مرة واحدة وبحطون على الرز وهيك بتكون خلطة المحشي صارت جاهزة ما بتاخد دقتين على بعضها وهيك بيكون أسرع وأطيب محشي الرز منقوع ومخصول ننزل عليه بالخلطة ما بنحط له أي شيء غير ملاح فلفل أسود في ناس إذا بتحبوا بتحط سلسة عطت له ملح وفلفل أسود نعناشف وكمان زيت وهذا هيك صار خالص بتعدلوا ملحه بتضبطوا وخلص هذا هو أطيب محشي ما في أسهل من هيك طريقة سهلة واقتصادية وهوني طلعت العصافير لحتى يتشمسوا لأنه كان الجو يومه كتير كتير حلو فقلت يعني بدل ما هنن بالبيت وهيك يعني الجو ما انه برد بطالعون لغاية ما خلص شغلي بفوتون بعد ما بخلص يعني لأنه الجو كتير حلو قد بعمله آآ برا بالبلكون هيك بتنشط وبرده وأنا عم بسمع الأخبار يعني وشو بدي يقول لكم عذبني عذب يعني يمكن هاي أول ورقة منيحة اللي حضروا معي اللايف لأنه لفيته معكم أنا أصلا لايف آآ رح يعرفوا أنه يعني يعني أبدا الورق ما كان منيح كان كل آياته كبير كتير ومقطع فكان كتير غليز يعني بلفوت كتير كتير تغلبت ما بعرف هاي اللي بتعرفوا الأكياس هاي اللي عم يبيعوها يعني اللي مجمدة هيك حظك نصيبك بحسة مرات بتبقى كتير كتير آآ حلوة الورقة وبتبقى هيك لزيزة وكلها ياتهم مقاس واحد لكن كتير كتير تعذبت يعني ولأجل الحص كنت عم عم صور لايف وعاتت قللهم يعني أنا بحب مسلا الورقة اللي بتبقى كتير كبيرة مثلا أو مقطعة كتير بحط اللي كم ورقة هيك بسفل التنجرة بساوي الباقيين فكل ما أمسك هرقة اللي نايمان حطها بسفل التنجرة بس بالآخر يعني خلص اضطريت إن الكبيرة قطعها وحاول هيك زبط أموري لحتى مشي الحال الحمد لله وطلعت بتنجرة هون يا حبيباتي عم صور لكم اللي حابة يعني تتعلم من الصبايا الصغار كيف يعني هيك طريقة لف ورق العنب له هيك صورت لكم بالراحة لا حتى يكون فيه إفادة للي بيحبوا يتعلموا يعني الصبايا الجداد بيحبوا كتير زهرة الياسمين كتير كتير بيحبوا ورقة يعني اكتشفت هذا الموضوع بالصدفة ما عم يخلوه لي سجل اكتشفت هذا الموضوع بالصدفة لما كنت حتى قفص العصافير جنب الياسمينة ولقيت عم تحاول العصفورة كانت تطلع وتاكل منا فعرفت إنه هن بيحبوا لهك يعني بعطيهم منا كمكافأة هيك كل فترة لما بتعملوا مثلا شاي أو كافي أو أي مشروب حيالله مشروبوا أنتو بتشتغلوا هو عرف صدقوني بحسسكن هيك إنه يعني عم تتسلوا بيخفف شوي من عبء الشغل يعني هنا ما فيهم شي يعني لفهم منه صعب بس يمكن بيأكل شوية وقت ما بعرف بس إذا عم تتسلوا ام تتفرجوا على شيء أو في حدا معكم ما بتحسوا أبدا بالوقت بيقطع على طول وإنتو عم تلفوا آآ ورق العناب ما بيأخذ وقت بالمرة أبقلكم الورق كان فضيع بس الحمد لله مش الحال وهيك صار خالص خالص لو الحمد لله كانت يعني تقريبا أنا كنت حاطة طلو عملي كاستين ونصف آآ رز الحمد لله وهني بتديت صفن بالطنجرة بحب يعني ما يزيد حشوة من المحشي ولو زاد أحيانا يعني بساوي جنبه شيء مثلا فلفل محشي أو هيك أحيانا لا بترك اللي زايد لتاني يوم بحاول بعمل عليه خلطة تانية وبعمل آآ أكلة محشي تانية يعني نوع مختلف بس الحمد لله اليوم يعني مش الحال حطيتهم على النار آآ بعد ما بيغلوا آآ قبل ما يقربوا يستو بتحطولون آآ توم وبتحطوا على المرأة كمانا نعناع مرأة بتشوربة تفراخ آآ بتحطولها ملح إذا بتكون إذا بتكون مكعب مرأة آآ بتحطولها نعناع وبتحطولها توم أنا نعناع عندي كتير زريف كل جايبته من سفرية مرسا متروح وقت رحنا سوق ليبيا بجد البهارات هناك كتير كتير مميزة يعني فرق كتير كتير معي بالطعمة طعمته كتير كتير طيبة كتير كتير طيبة السلطات مع هالأكلية سلطت الزبادي بالخيار بشرت الخيارة وحطت الزبادي ومرحنا نعناع ناشف إذا بتكون ممكن تحطولها ليمون كمان وصرط الخضرة فرمتها على السريع علشان يكون هيك طبقة غنية بالخضار وصفة غنية جدا بالفيتامينات عن جد صحية ومغزية يعني وهوني كان وراء العناب خلاص وشوشي بشهي القلب ياخد العقل الحمد لله رب العالمين عن جد طلعي كتير كتير بيجنن على الأدمى عزبني بلفه على الأدمى استمتعت بطعمته كان كتير طيب وسواه كان مظبوط مية بالمية شو رأيكم؟ قلولي شو أكتر نوع محشي بتحبوه في التعليقات هيك اللي أتعرف على زوءكن أنا عن نفسي وراء العنب طبعا أكتر أكلة بحبها وأكتر نوع محشي بحبها بس بالشتة يعني لو حد بيحب ياكل كرومب أكتر آآ بس آآ وراء العنب بيظل أكلة مميزة وبحب أعملها كمان بالعزايم عن جد بحسة هيك من المقبلات ومن الأكلات اللي كتير كتير طيبة بتاخد تعب شوي بس بالآخر بننسى يعني وقت طعمتها وقت يعني يحبوها كلياتهم خلاص الواحد بينسى كل تعبوه بس عن جد شو بدي ألكون من أطيب أطيب الأكلات اللي يعني بتجتمع حواليها بجتمعوا حواليها بالبيت آآ هي أكلة محشي وراء العنب وهذا حبيباتي كان غدانا لليوم الله يا رب العالمين يديم علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب العالمين آمين موسيقى اشتركوا في القناة اول ما ابتدت الشمس تغيب يعني فودت العصافير لجوه لحتى ما يبردوه بالليل بيكون الجو كتير برد وكتير حواء وقعدنا نحل الواجبات المدرسية تبعت الولاد يعني هلا صار وقت المكافأة والدلال والإحساس بالشتوية بدي أحضر أطيب هوت شوكليت بدي ألكون من أول ما اشتريت المك صورت لكم يا بالمشتريات صورت لكم هيك الأشياء الترند اللي طالعة المكات الترند تبعة الكريسمس عن جد شغلاتي كتير كتير حلوة فطريقتي بالهوت شوكليت يا صبايا بحط حليب وبحط معلقة نشا وبحط كمان كاكاو وهوني أخدت مكعبين الشوكولاتة الدارك حطيتهم بالمك وعملتهم بالميكرويف دوبتهم الشوكولاتة الدارك بتعطيها طعمة كتير كتير طيبة بتقلكن هيك بتدفي كتير وتقيلة يعني فبتشبع وبتدفي كتير يعني أنا أخدتها بدل عشا بس كانت كتير طيبة بعد ما غلي اللبن مع النشا طبعا مدوبنا على البارد ونحط كاكاو وسكر وهيك بيكون الهوت شوكولات مع الدارك شوكولات صار كتير هيك متماسش وطيب وطعمته كتير كتير طيبة فيكون زي نوة بأي طريقة أنتوا بتحبوها أنا حطت لها كريمة وحطت لها رشيه تلها هيكي كاو على الوجه وكمان حبيت أعمل رجل التلج من المارشميلو إذا وصلتوا لهون بالفيديو حبيباتي ما تنسوني من التعليقات الحلوة الله يخلي لياكم يا رب ويجبر بخاطركن ويفرح قلوبكن ما تنسوني من اللايك والكومنتات الحلوة والشير رفعوا لي الفيديو الله يرضى عليكم يا رب وهيك صار رجل التلج جاهز بدو عيون لسه إن شاء الله الفيديو بيكون عجبكن هوني حاولت ساويله يعني هيكي متل عيون بل الشوكولات ما كانت سايحة كفية يعني مع إنه أنا ما حاططة بالبرات يعني أنا حاططة للصغار لحتى يعملوا ساندويتشات منا وقت ما أحبوا يأكلوا يعني وهيك صار رجل التلج جاهز والهوت شوكولات جاهز لازم نكافئ حالنا بآخر اليوم بعد تعب نهار طويل بشي مشروب دافي هيك يدفينا ونحس بالمتعة والمكافئة شو رأيكم أطيب هوت شوكولات كريمة ودارك شوكولات ولبن دافي عن جد كتير كتير طيب الحمد لله رب العالمين إن شاء الله فيديو اليوم بيكون عجبكن بحبكن كتير كتير من قلبي بتمنى لكم تكونوا فرحانين ومبسوطين بتمنى السلام الله يا ربي يخفف الحرب عن أهل فلسطين تنتهي الحرب نهائياً ويترجع الأمور متل ما كانت وتتحرر يا رب العالمين وهيك يوماً ما يكون نشرة الأخبار إنه فلسطين تحررت نهائياً من الصلم والاستبداد اللي عانت منه طول السنين اللي فاتت بحبكن كتير وهون رح لكم باي باي سلام شكراً شكراً